أيها الفضلاء إن من أنعم الله عز وجل عليه فأمد في عمره حتى أدرك رمضان قد أنعم عليه بالنعمة الكبرى وامتن عليه بالمنة العظمى كيف لا وهو يصوم في شهر الله المبارك ويقوم في شهر الله المبارك ويسابق إلى الجنات ويسارع إلى الجنات لا شك أيها الإخوة أن الحياة في سبيل الله في فعل الطاعات والتصون عن المحرمات نعمة عظمى من الله عز وجل على العبد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك أخوان قد أسلما معاً وكان أحدهما أشد اجتهاداً من الآخر وغزى في سبيل الله فاستشهد وعمر الثاني بعده سنة ومات على فراشه فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه رؤيا عجيبة رأى الأخوين واقفين عند باب الجنة فخرج خارج من الجنة فأذن للثاني منهما ثم خرج فأذن للأول فحدث الناس بهذه الرؤيا فأصبح الناس يتحدثون ويتعجبون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أي أمرهما أعجب إليكم فقالوا يا رسول الله كان الأول أكثر اجتهاداً وغزى في سبيل الله فاستشهد وأذن للثاني قبله فقال صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنة وأدرك رمضان فصامه وسجد لله كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يطيل في عمره على طاعة له سبحانه وتعالى وأن يدرك شهر رمضان وأن يصومه وأن يقومه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير